ولكن أريد أن أؤكد أن أي خطوات ستقوم في هذه الدول في حال عدم سجابة دولة قطر ستكون في إطار القانون الدولي دولة قطر الدعمة للإرهاب في المنطقة سلمت ردها لدولة الكويت الوسيط في الأزمة القطرية بعد أن انقضت المهلة المعطاة لقطر لعشرة أيام ويومي التنديد مهلة كافية لدراسة مطالب الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب البحرين والسعودية والإمارات ومصر فأصبحت الكرة في ملعب قطر إما أن تعود لرشدها تحت المظلة الخليجية وتتخلى عن سياسة دعم الأذرع الإرهابية وإما أن تلقي بنفسها إلى مزيد من العزلة دول خليجية وأخرى عربية وغيرها غربية دعمت الموقف الخليجي الذي طالب قطر بكل السبل قبل أن يصل إلى مرحلة المقاطعة ولكن التعنت القطري لا زال في ذروته لا زالت قطر تصر على التحريض عبر القناة الدولة قناة الجزيرة القطرية التي تتشدق بالدفاع عن السياسات القطرية المرفوضة اجتماعياً وسياسياً ودبلوماسياً خليجياً وعربياً وعالبياً وتتبجح بأعذار أكبح من ذنوبها أما بالنسبة لموضوع تمويل الإرهاب وما ورد في قائمة الاتهامات فهذا الموضوع موجود في كافة دول المنطقة وليس فريد فقط أو ينطبق فقط على دولة قطر ودولة قطر بالعكس هي تقع في أسفل قائمة بالنسبة للدول المتورطة في مثل هذا الجرم ليس تصريحاً مدروساً فهل هذا الرد من وزير خارجية قطر جاء بإشراف مهندسي الإرهاب في الدوحة؟ كفى إرهاباً يا قطر كفى دعماً للإرهاب كفى دعماً للمحرضين كفى دعماً لكارهي خطاب المحبة الهدف من وراء الإجراءات التي تم اتخاذها هو تغيير في سياسات قطر التي نعتبر أنها تسيء لقطر ولدول المنطقة وللعالم لم ولن يكون مرفوضاً أن تمارس الدوحة سيادتها على أراضيها ولكن فقط على أراضيها ليس أن تغدق أموالها على بنادق الإرهابيين وقنابلهم ليشعلوا ما أسمته الربيع العربي وتتعاملوا معه وكأنه شأن داخل أراضيها ولكن يبدو أن قطر عندما استضافت الإرهابيين والهاربين لم تحسب حساباتها بدقة فقد باتوا يمسكون بزمام الأمور وبالفتاوى يحركون خيوط اللعبة قطر الإذاعة قطر وتلفزيون قطر وجزيرة قطر التي وقفت مع هذه الثورات كل الثورات ثورة تونس وثورة مصر وثورة ليبيا وثورة اليمن وثورة سوريا ثورات الربيع العربي كلها وقفت معها قطر الدوحة عاشت خلال الفترة السابقة فترة توتر وتخبط سياسي واضحة لم تفرق خلالها بين المقاطعة كحق سيادي للدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب وبينما ادعت أنه حصار فقبلت على نفسها أن تكون موطئ قدم لمشروع الإرهاب المتربص ومشروع الهلال الإيراني الإرهابي شكرا